اشتركوا في القناة قبل المباراة تحديداً والتشكيل المتوقع والدنيا هتمشي ازاي وهل كيروش هيبقى بنفس الاسلوب اللي اللعب به أو بنفس المفاجآت اللي عملها في المباراة الاولى المفاجآت الفاشلة في المباراة الاولى ولا هيعدل والامور تمشي كويس وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب هيبقى الحديث مفصل عن منتخبنا بالتحديد لأن ده الحدث الاهم خلال الفترة الحالية بخلاف بعض الاخبار الاخرى سواء عالمياً أو كمان فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي وآخر اخباره وتفاصيله خلال المرحلة الحالية مهم كمان تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة وهو ايضاً يتعلق بالمنتخب وتوقعات حضراتكم للتشكيل الخاص بمنتخبنا النهاردة تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام ومهم أول ما حرقوا حضراتكم تتوقعوا من خلال رؤيتكم منتم لأن رؤيتكم هتكون أصحب كتير من رؤية مستر كيروس في المباراة الأولى ان شاء الله يعد رؤيته في المباراة التانية والأمور تمشي بشكل كويس فدي أمور مهمة جداً خلينا نبتدي بأهم وأبرز العنوين يلا بينا في تريند الأهلي الفريق راح اليوم ويستأنف تدريباته غداً استعداداً للإسماعيل وفي التريند المحلي تغييرات منتظرة على تشكيل المنتخب أمام جينيا بيساو الليلة بالتوفيق رب وأخيراً المنتخب يتوجه ليويندي عقب المباراة استعداداً لمواجهة ألا سودان طيب أبرز المباراة النهاردة مباراة مهمة في مختلف البطولات فهنا نبدأ بي البطولة الأهمة بالنسبة لنا وهي بطولة الأمم الأفريقية النهاردة فيه مطشين مطش الساعة ستة في مجموعتنا ما بين نيجيريا اللي كسبتنا واحد سفر ومنتخب السودان اللي عنده موقتة بعد ما تعادل سلبياً مع غينيا بيساو في المباراة الأولى المباراة الثانية هتكون الساعة تسعة بالليل وهي مباراة مهمة جداً من نسبالنا طبعاً غينيا بيساو هتقابل منتخبنا الوطني المصري كل التوفيق لمنتخبنا وإن شاء الله بإذن الله يكون فيه شكل مختلف وتحسين صورة المنتخب اللي ظهر عليها في المباراة نيجيريا بس ده كله طبعاً متوقف على الجهاز الفني أو المدير الفني تحديداً يعني الدوري الإنجليزي عدد من المباريات المهمة كانت البداية بمباراة قوية جداً جداً بين منشستر سيتي وتشيلسي على ملعب منشستر سيتي انتهت بفوز السيتي بهدف مقابل لشيء أحرازه كيفين دي بروين هدف كان جميل في الحقيقة فبالتالي بيبتعد منشستر سيتي عن تشيلسي في جدول ترتيب دي فارق 13 نقطة فأمال تشيلسي في المنافسة على اللقب أصبحت صعبة جداً لكن أمال ليفر بول في المنافسة على اللقب مع منشستر سيتي بقت صعبة بس يعني ممكن يكون فيه بصيص من الأمل لكن لو فيد منشستر سيتي ماشي بالمستوى المميز ده فأعتقد أنه يحسب الأمور بدري بدري بعض المباراة اللي بتبتدي في هذا التوقيت استعاد خمسة تحديداً أيضاً في الدوري الإنجليزي نيو كاسل اللي بيتسلح ببعض الصفقات الجديدة تريبيي وأيضاً كريس وود من بيرنلي وبعض اللعبين المميزين بيحاولوا من خلالهم أنهم يحسنوا موقفهم في جدول المسابقة حيقابل واتفورد أيضاً اللي بيصار على البقاء في بطولة الدوري الإنجليزي مبراءة قوية جداً ما بين الفلئتين نوريتش سيتي أمام إيفرتون في نفس التوقيت وأيضاً ويلفر هامتون الساعة 5 في نفس التوقيت مع ساوست هانتون الساعة 7.30 مبراءة مهمة جداً جداً لمنشستر ينايتد اللي هيقابل أستون فيلا في الفيلا بارك ملعب أستون فيلا وأستون فيلا بيتسلح بكوتينو أيضاً اللاعب الجديد طبعاً من صنع العلعاب لعب ليبربول الأسبق وبرشيونة السابق صفقة جديدة مهمة جداً لوكاس دين كمان الظاهير الأيصر من إيفرتون فبالتالي مبراءة تكون قوية قوي الساعة 7.30 الدوري الإيطالي سامدوريا بيلعب في هذه اللحظات مع تورينو التعادل الإيجابي واحد واحد سالرينتانا بيلعب مع لاتي أو حيلع مع لاتي الساعة 7 بالليل اليوفي الساعة 10 لربع مع أودينيزي الدوري الفرنسي سانت إيتيان مع لانس الساعة 6 وباريستين جرمان مع ستاد بريست الساعة 10 بالليل في مباراة تشهد أيضاً استمرار غياب ميسي بسبب عدم جاهزيته وعدم شفاقه من فيروس كورونا نتمنى الشفاق للجميع لأن في الحقيقة الفترة دي الفيروس متفشي جداً جداً مهمة قوي إن احنا ناخد إجراءاتنا الاحترازية كلنا وإن شاء الله الكل يبقى بخير وصحة وسلامة هروح لفاصل سريع بعد الفاصل بقى كلام مكسف ومهمة قوي 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 عن منتخبنا الواطن نستنون يلا بي طيب اللي كان حصل في مرات مصر ونجيريا ده كان هزار من كيروش بصراحة كده والموضوع ده قطة اللي بحث في الحقيقة ومباراة دي الناس كلها اتكلمت فيها ومفيش واحد في مصر ما كانش عارف أو ما خدش باله من الأخطاء الكارثية اللي ويع فيها كيروش في المباراة دي واللي قدت إن احنا مش بس نخسر واحد سفر مع الرقفة تمام لا إن احنا كمان نزار بشكل يعني غير مقبول بالمرة خالص ما فيش اتنين يختلفوا على كده وما فيش واحد ما خدش باله من لحظه وما فيش واحد ما خدش باله من الأخطاء وما فيش واحد ما انتقادش الجهاز الفني تمام اللي عمله كيروش في المباراة ده كان هزار وهزار تقيل قوي قوي بصراحة وده كان أمر واضح وضوح الشمس لكن ده كان في الماضي مباراة خلص عدى بكل سلبياته ما فيش إجابات خالص ما فيش إجاباتي عشان ما أقولكش بمميزاته وبعيوبه ما فيش أصلا مميزاته ولا إجاباته ولا أي حاجة هي كانت كل حاجة غلط في غلط هو الماضي أصلا ياريتم كانت لعب ياريتنا ما كنا لعبناها تصدر لنا حالة إحباط كبيرة جدا بسبب منتخبنا اللي مصبرنا شوية أنه دي أخطاء مدير فني وبالمناسبة بالمناسبة ما فيش أي لوم على اللعيبة اللعيبة تلومها إمتى لما كل واحد يبقى في مكانه وما يقديش اللي عليه لما كل واحد يكون في مكانه وتحس منه أنه هو مؤثر شوية في لعبه مع المنتخب ساعتها له مؤطع في لعبة براحتك لكن المتسبب الرئيسي بنسبة مليون في المية مش مية في المية هو كيروش حلو فبالتالي زي ما قلت لحضراتكم دي كانت مباراة في الماضي إحنا أولاد النهاردة إحنا في مطش النهاردة المطش المهم جدا قدام غينية بيسيرو إحنا هنكسب هنكسب إن شاء الله موضوع سهل يعني مش ماتش صعب وعلى عصابنا زي مباراة نجاريا أصل لو خسرنا النهاردة أو تعديلنا حتى تبقى كارثة من كوارث الدنيا تبقى حاجة يعني غير مقبولة وغير مفهومة وكل اللي أنت حابب تقوله التعبير اللي أنت حابب تقوله قوله ساعتها لكن إن شاء الله مباراة بتاعت النهاردة ومباراة السودان في المتناول بإذن الله بس بشروط يعني إيه بشروط يعني إن كل واحد يلعب في مكانه عايز تعدل في التشكيل عدل براحتك عايز تستعين بأسماء تانية أوكي ياريت ياريت جدا أنا بتمنى إن إحنا نغير طريقة اللعب أربعة تلاتة تلاتة أنت الظاهرين بتوعه خلاص وقعوا منك أكرم ربنا يشفيه عفير بط صليبي وفتوع حيغيب عن مطش ده واللي بعده كمان شد في السمانة فمش معاك هم حاول بقى تبتكر وإحنا جايبين كيروش عشان كده جايبين مدرب المفروض إن هو مدرب كبير عشان كده إن هو يتكر ويجد حلول للمواقف اللي بيتعرض ليه إحنا في مواقف صعب سواء نفسياً ومعنوياً أو حتى فنياً ببعض الإصابات اللي اتفاجئنا بها في أول مباراة يعني فالشرط إنك تلعب باللعبة في مكانها يعني ما الجيش تجيب واحد أحسن لعيب في العالم تحطه معاك بلا حطه معلش معلش عشان خاطرنا حطه على الطرف بعد إذنك يعني يا مستر كيروش حطه على الطرف ما يجيش يكون عندك مهاجم مميزة يا مصطفى محمد بعد إذنك هو مكانه الأساسي مهاجم ما تتفلسفش ما تتفلسفش بما لهاش لازمة وإحنا مش في مرحلة تجارب التجارب عدت خلاص واعتبرنا كاس العرب مرحلة تجارب وكان عندك حق إنك تجرب وكل حاجة خلينا كمان نعتبر مباراة نجيريا مباراة تجارب بس بعد إذن حضرتك بلاش يزار بعد إذن حضرتك لعب كل واحد في مكانه أي أن كان من اللعيب اللي حاجة بل إحنا عندنا اللعيبة كلها مميزة اللعيبة اللي في القائمة كلها اللي موجودة مع المنتخب في الكاميرو كلهم مميزين هم بس عايزين توظفوا صح مع بعض الجمل التكتيكية مع بعض الأفكار اللي تحاول تطبقها ممكن تنجح فيها وحتى لو ما نجحتش هتكسب لأن اللعيبة متنوظفة صح لأن إحنا عندنا قوام مميز جدا عندنا لعيبة ممتازة أوي أوي في منتخب مصر وعندنا جيل والله محترم الناس المتشأمة اللي شايفة أن إحنا يعني مش هنروح لحتة بعيدة في البطولة وأن إحنا عندنا لعيبة على قد ده وكامل لا أنتوا غلطانين ما تأخذوش مباراة نيجيريا إنها هي المكياس أبدا أبدا لأن كانت أخطاء فادحة من المدير الفن نبصب بالعشر عليه ما فيهش زار فخلينا متفقلين بقى باللي جاي زي ما قلت حراركم إحنا أولاد النهاردة إحنا عايزين نهاردة نشوف المنتخب بشكل كويس بصورة كويسة بالشروط اللي إحنا قلنا عليها عشان نظهر بالصورة دي تمام وليه لا ما نكسبش واحد واثنين وثلاثة واربعة نقدر فيه فرق ما بيننا كبير وما بيننا غنيا بشاو نقدر بإذن الله تعالى فدي كلها أمور مهم تمام لكن تعالي بقى في حاجة هي الغلط بعينه هي الغلط بعينه وهي اللي حتدمر المنتخب وهي اللي تهبط اللعيبة وهي اللي حتخرجنا من طولة النوع أفريكية بدري بدري وهي كل حاجة هي كل حاجة غلط برضو ما يبقاش المدير الفني غلطان وإحنا كجماهير ومشجعين نغلط زيه لازم يكون عندنا درجة عالية من الوعي مع كامل الاحترامي وتقديري للمشجع اللي حعرض لحضراتكم صورته دلوقتي المشجع اللي طلب أهو زي ما حضراتكم شايفين كده قال لك إيه قال لك إحنا عايزين حسام حسن ده أخلي بالك هو كده في مطار القاهرة مسافر رايح الكاميرون يساند المنتخب ده هو مش مسافر مثلا رحلة سياحية في أي حتة تانية لا ده واحد رايح الكاميرون رايح يدعم ويساند المنتخب قال لك إحنا عايزين حسام حسن باي باي كيروش هل ده ينفع؟ هل ده يعقل؟ مع طبعا وضع في الاعتبار أن الكابتن حسام حسن مدير فن كبير كابتن حسام حسن مدير فن كبير ويستحق الفرصة ما نقدرش نختلف على كده وفي ناس كتير من المصريين عندهم قناعة تمة بالكابتن حسام حسن مش دي القصة لو أي اسم حتى تاني مجرد كابتن حسام حسن هنعلق وحنقول هنعلق وحنقول ليه بقى؟ وإيه بنعلق ليه؟ لأن الكلام ده ما يصحش إحنا لسه مخرجناش من بطولة الأمم الأفريقية بل بالعكس كمان إحنا حتى لما خسرنا المباراة الأولى إحنا ممكن ناخد البطولة إنت لسه عندك ماتشن في المجموعة وحتتتأهل وحتصعد فأنت مطلوب منك إيكا مشجع مطلوب منك أنك تساند والدعم للآخر لحد ما ييجي نتيجة أو ييجي خروج خلاص من منتخب مصر لقدر للمبطولة الأمم الأفريقية ساعي تأسيدي قول اللي أنت عايزه وعمل اللي أنت عايزه لكن ما يصحش أبدا أن أنت تكون مسافر تدعم أنت مش مسافر كددعم المنتخب ولا تساند أنت مسافر تعمل مشاكل أنت مسافر مش عشان تساند أنت مسافر عشان تخصر المنتخب مش عشان تشجع المنتخب ده كلام لا يعقل وغير مقبول وغير مطلوب بالمرة بعد إذن حضراتكم يا جماعة احنا لسه مخلقناش من بطولة الماء أفريقية وعندنا ثقة كبيرة جدا في اللاعبين والثقة قاد هزت شوية في الجهاز الفاني بس هو يقدر يعدلها هو يقدر يرجع الثقة دي بشغله بعمله بتنظيمه بتمركز اللاعبين وصحيح في الملعب ساعتها الأمور هتتغير ومنتخب حيكسب النهاردة بإذن الله وحنشيد ويكسب يوم مطش السودان إن شاء الله وحنشيد بالمنتخب لكن اللي بيحصل ده ده أمر سلبي بالمرة وغير مطلوب أبدا 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 لما يبقى في نتيجة خلاص سلبية تماما وخرجنا ولقدر الله في أي مشكلة قول اللي انت عايزه واتكلم عن اللي انت عايزه وانتقد وعمل اللي انت اه انتقد الجهاز الفني فنيا وكمد بس ما تروحش حضرتك تما موجود في الملعب هناك في جروة عشان مطش مصر وغير يبسه وراح تشجع واللي انت كتبه على ظهرك ده اللي انت كتبه على ظهرك ده ده كافيل ان هو يعني يخصر المنتخب النهاردة لو الناس خدت وأكيد الناس خدت بالها هناك يعني سوشيال ميديا ما حدش بيسيبها فده أمر غير مطلوب ومش قابلينه إطلاقا إطلاقا وفي نفس الوقت بخلاف الصورة دي أنا واصلك ان فيه عدد كبير جدا من جمهور رايح يشجع ويساند بالشكل الصحيح والمطلوب اللي بإذن الله يجيب لنا نتيجة كويسة النهاردة وتكون أول ثلاث نقاط لمنتخبنا في دور المجمعات ودورة الأمم الأفريقية هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع عن كلامنا عن المنتخب وكلامنا سيكون مهم جدا نستند خلينا متفقلين بمباراة النهاردة وببقية مشوار المنتخب في كاس الأمم الأفريقية عندنا أمور كتير جدا ممكن تحصل النهاردة ومفاجئات إيجابية بقى المرة دي مش مفاجئات سلبية أو مش مفاجئات تخسرنا يعني مثلا عودة السلعية هيكون أمر مهم قوي قوي لمنتخبنا لعيب تقيل بشخصية كبيرة يقدر أنه يعني يكون ضعفة كبيرة لمنتخبنا في مورات النهاردة من ضمن الحاجات المهمة قوي كمان أكيد هيكون في تغيرات في التشكيل عندك إصابتين بخلاف الإصابتين كمان أعتقد لعيب أوتنين ممكن يخرجوا برا التشكيل النهاردة ويتم تعديل الوضع بأمل بأمل أن يكون في تعديل في الخطة كمان ده حيفرق معنا قوي أن احنا نشوف المنتخب بشكل أفضل بكتير ويكون فيه كمان رياحية شوية لمحمد صلاح لأنه لعيب مهم قوي قوي بالمناسبة محمد صلاح مع ليبربول بقى له خمس سنين بس ليبربول مع كل اللاعب فيها بقى له كم سنة ماشاء الله بيلعب على الخط هل تأثر هو لما الناس بتمسكه أو الناس بتحاول تعطاله آه فيه مدشاط ممكن ما يكونش موفق كلام من ده لكن بيتفوق ليه؟ لأنه أفضل لعيب العالم عنده كل المقاومات ما شاء الله عليه يعني فأعتقد النهاردة كمان صلاح سيكون ليه دور كبير قوي لو لعبنا صح فدي كلها أمور مهمة أنا عايزة يعني أستوقف شوية عند تصرحات عمر السولية في المؤتمر الصحفي واللي قال إن إحنا مش بنبص للشائعات خالص تركيزنا كله على الفوز في مباراة النهاردة مباراة غنية بيساو وقال إن جميع اللعبين على قلب رجل واحد مع الجهاز الفني وأنا مهمة أو بالنسبة لي رغم كل الانتقادات اللي بتوجه هالكيروش والجهاز الفني اللازم يكون فيه فصل ما بين الانتقادات دي وما بين إن إحنا لازم يعني نكون دعميد للثقة اللي لازم تفضل موجودة ما بين اللعيبة والجهاز الفني الانتقادات حاجة والأخطاء حاجة وورد حدوثها حتى لو بالشكل الفج اللي شفنا ده وفي نفس الوقت إن أنت تدعم الثقة اللي موجودة وإن أنت تخلق حالة من التفاقل عند الجهاز الفني باللعيبة ده حيبقى أمر مهم جدا وحيبقى شيء مطلوب علشان يعني إن شاء الله بإذن الله نظهر بالشكل المميز يعني كمان السلية قال نقطة مهمة أوي أتمنى تكون حقيقية قال اللعيبة بعيد قوي عن السوشيال ميديا وكل تركيزهم في تعويض ما فاتهم فيه خلال المباراة الأولى وعلق كمان على الجزائية خاصة يعني حد سأله عن وجود تمرد من لعبين ضد مدربهم وقال الكلام ده عيب يتقلع لعيبة كبيرة زي لعيبة منتخب مصر إحنا عارفين تماما قيمة المنتخب وما ينفعش أن يعني تصدر عنا مثل هذه التصرفات كلام مهم جدا من كابتن من كبات المنتخب عمر السلية قال كمان إحنا بنقدر حزن الجماهير في المباراة الأولى وإحنا كلاعبين أكثر حزنا وده أمر طبيعي لأن كل الأعيب عايز يبني نفسه تاريخ مع المنتخب بلاد يعني أنت عندك واحد زي محمد صلاح ده تمام ما هقاش ولا بطولة مع المنتخب طبعا أهلنا كاس العالم هو والمجموعة التي كانت موجودة كان هو تريسجي أبرز الناس يعني وصل نهائي كاس العالم وفرقية في الجابون لكن ما حققش البطولة هو نفسه أكيد حقق بطولة مع المنتخب بلاد وحتفرق معها كمان بخلاف انتماءه المصر وحبه لمصر وشعبها هتفرق معها في الجوائز الفردية اللي بيأخذها مثلا أو اللي بإذن الله يأخذها إن شاء الله زي جازة زابست أفضل لعب في العالم فدي كلها أمور مهمة كيروش قالت صراحة أنا مش عايز أقرأت تصراحة كيروش بصراحة مش مهمة تصراحة كيروش النهاردة المنتخب هي لعب زي الأبيض تمام والجوارب السوداء في ممارات اليوم أمام غينيا بيسونا تمنى كل التوفيق لمنتخبنا بإذن الله تعالي نشوف بقى بعض الأخبار اللي اتكتبت على السوشيال ميديا بخصوص المنتخب من خلال حسابات الرسمية المختلفة وأكيد الكل في اتجاه توقع التشكيل رغم أن أنت ممكن تتفاجأ من الرجل ده بأي حاجة يعني لكن هنا مثلا نبتدي بحساب الواطن السبورت على تويتر واللي قال التشكيل الأقرب للمنتخب في الممارات اليوم مش إنه في عهاشة المرمى عمر كمال محمود حمدي الوينش أحمد حجازي أيمن أشرف حمدي فتحي السولية عبدالله السعيد عمر مرموش محمد صلاح مصطفى محمد مستغرب كل استغراب حكون مستغرب قوي قوي لو زيزو ما بدأش المطش آه ممكن تستخدمه كوارع أو كل حاجة بس هو ختم مطش ناجيريا على أفضل ما يكون وكان هو وشيناوي هما نجوم منتخب مصر في المطش كله يعني فأنا عن نفسي كنت أتمنى زيزو يكون موجود في الملعب النهاردة كأساسي كورا بلس حسابهم على تويتر وبيقولوا أنه حيكون فيه أربع تجارات في صفوف منتخب مصر أمام جنيا بيساو اليوم وبيقولوا برضو التشكيل أعتقد قالوا نفس التشكيل اللي احنا قلناه قبل كده الشينافة حراس المرموة خط الدفاع أيمن أشرف ووينش وأحمد حجازي وعمر كمال عبدالواحد اللي بيعوض أكرم توفيق أيمن أشرف هيعوض فتوح خط الوسط السلية نيني عبدالله السعيد خط الهجوم ده حيكون أمر إيجابي ولا لا هنشوف خلينا نتابع ونشوف حساب اليوم السابع على تويتر بيقول كيروش للعاب المنتخب قال لهم إيه قال لهم انسوا ناجيريا غنيا بيساو أولى مبارياتنا في أمم أفريقيا مهم ما قوي أنه هو يحاول يتعامل معهم نفسيا ويخرجهم من الصدمة اللي حصلت على صعيد الأداء وصعيد النتيجة وتهيأهم للي جاي لأن اللي جاي هو الأهم وهو اللي حيكون حاسم في مشوارنا في البطولة بإذن الله تعالى كابتن سيد عبد الحفيظ كمان وتصرحات لي وده من خلال حساب المصر الرياضي على تويتر ووكا قال التصرحات دي في إحدى البرامج التلفزيونية قال من الممكن أن أخسر أول مباراة وأحصل على البطولة في النهاية ده أمر طبيعي وارد أوي وحصلت كتير قبل كده في مختلف البطولات يعني مش بس في أفريقيا لو كنت مكان كيروش لن أعتذر عن خسارة مباراة ناجيريا لإني من الممكن أن أخسر أول مباراة وأحصل على البطولة في النهاية أختلف مع الكابتن سيد عبد الحفيظ بصراحة يعني اسمحوا لي لأن لا مهم هو أنه يعتذر عن الكوارس اللي هو عملها في المباراة آه ممكن تبتدي صح وتشتغل صح وتخسر مش حيبقى مطلوب منك أنك تعتذر لكن أنت كل التعديلات اللي عملتها وكل التغييرات من الأمور اللي حصلت دي في المباراة النهاردة ومباراة اللي جاية كلها بإذن الله طيب خلينا كمان نروح لليوم السابع وحسابهم على تويتر واللي بيقوله تأكد غياب فتوح أمام السودان في أمم أفريقيا ده أمر يعني معروف الناس كلها بتقول أنه هو هيجيب في المباراة غنية بيساوه بس ويلحق مباراة السودان لكن شد في السمانة صعب أولا يعني بحبس جدا أن يتم إراحة فتوح لأن مفتاح مهمة قوي قوي في تشكيلة منتخابنا للمراحل المجبلة من البطولة إن شاء الله عشان يكون جاهز ويفرق معنا في التشكيل اليوم السابع لسه معهم وحسابهم على تويتر منتخب مصر يتوجه يا ويندي غدا استعدادا لمواجهة السودان في أمم أفريقيا إحنا هلعب سودان هناك في يا ويندي فهتخلص المنش النهاردة طيبات الإلادي في دروة بعد كده بكرة إن شاء الله الصبح تروح على يا ويندي تلعب مباراة السودان بإذن الله تكون المباراة اللي من خلالها تاخد النقطة رقم ستة في مشوارك في المجموعة عشان تتأهل بإذن الله لما هو قاتل في نفس الإطار أو مش نفس الإطار يعني أمر يخصنا برضو يخص لعب مهمة أو أفضل لعب في العالم محمد صلاح وهو يورجن كلوب وحديثه من خلال اللي كاتبينه عشان تكون صادق يعني دي محادثات أو مفاوضات اللي بتحصل مش متأكد مما إذا كان الطرفاني حوالانا الانتقاء عادة في الحياة الطبيعية والأعمال لا تتم بين عشية وضحاها وده قبر طبيعي يعني أنت ليفر بول فريق كبير جدا بيتفاوض مع أفضل لعب في العالم لتجديد عقده وموضوع مش هيخلص كده في يوم وليلة يعني لا هيخد وقت شد وجذب شروط من هنا شروط من هنا وفي الآخر يستقروا على الشكل اللي هما يتفقوا عليه أو يكون مرضي للطرفين يعني الموضوع محتاج وقت شوية قد ينجح وقد يفشل محمد صلاح في أعتقاد الشخصي لو شروطه ما توافقش عليها مش هيجدد يعني واضح من تضرحات محمد صلاح اللي قالها أكتر من مرة كمان لسه مع صلاح وصلاح من خلال الحساب الرسمي اللي بيعينه أن صلاح خلاص هو أفضل لعب في الشهر شهر ديسمبر الماضي وبكده صلاح يكون نخذ الجايزة دي أربع مرات في الموسم ده حتى الآن أغسطس وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر ما شاء الله عليه طبعا عمل الموسم ولا أروع ولا أحسن من كده تمام مع ليفر بول خليل نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكامل يلا بي نقفل صفحة المنتخب مؤقتا ونتكلم شوية على النادي الأهلي وآخر أخبار واستعداداته للمرحلة المقبلة بالتحديد المباراة اللي جاي أمام الإسماعيلي في بطولة كاس الرابطة فبالمناسبة خلينا نعلق شوية عن المباراة الأولى أمام الجونة والانتهت بتعادل سلبي سفر سفر في أولى مباراة النادي الأهلي في هذه البطولة وبصراحة مكاسب كتير أولي الأهلي بالمطش ده كتير جدا الظروف أكبرتك أنك مش عايز أقول أنه أكبر أولي على قد ما هي كانت ساعدت السياسة اللي كان بيحبزها أو اللي كان بيفكر فيها مسلماني بتدفع ببعض العناصر من قطاع النشئين في النادي الأهلي والموقف أو المباراة أثبتت أنه عندنا قطاع مميز جدا عندنا قطاع في النادي الأهلي قطاع النشئين مميز جدا جدا ليه؟ لأنه شفنا عدد كبير من اللعباء اللي ما شاء الله يقدروا أنه هما يشيلوا النادي الأهلي في المستقبل نجيب من حراسة المارمون كده مصطفى شبير عمل مباراة ممتازة في مطش الجونة بصراحة إن شاء الله أكتر من كورة وكان مميز جدا تعالى المغربي الولد المدافع ده مدافع جميل جدا جدا ومبشر قوي زياد طار لعب عنده مهارات عالية عنده سرعة كويسة بينقصوا بعض الحاجات يعني متفق أنه ألعب كويس مع الناس كلها ألعب كويس وأنا عارفه شخصيا يعني زياد طار لكن بينقصوا بينقصوا القوة الجثمانية شوية لازم يشتغل على جسمه كويس لعقة بدنية بشكل أكتر من كده هيبقى حاجة جمدة قوي قوي عندك مين تاني عندك مانو عبد الرحمن مانو اللي خد أحسن لعب في المطش ده بصراحة برضو لعب في وسط الملعب مميز قوي فيه كذا فيه كذا لعيب بصراحة يعني طمنونا بشكل كبير وعندهم سكة كبيرة جدا في نفسهم وهم بيلعبوا وتحسن أنهم مش هيبين الموقف وطبيعا أنت ما تهيبش الموقف لأن أنت ابن من الأمناء النادي الأهلي فمتعود على الضغوط متعود على أن أنت لازم تكسب متعود على كل الأمور اللي زي دي فدي حاجة مباشرة لكن الحاجة الغريبة قوي قوي بصراحة وأنا هنا هتكلم على بعض الجماهير القليلة جدا جماهير قليلة قوي ليهم وجهة نظر باحترمها مقدرش أقول غير كده باحترم وجهة نظرهم لكن يا جماعة ما نكونش نحن نلعب بالناشئين ومتعادلين مع الجونة وكان ممكن نكسب ونسيب كل الإجابيات دي نسيب الإجابيات دي خالص ونمسك برضو في موسيمان اللي هو مثلا لو مثلا أنت شفت أي فريق خسر هتقول أصل المسلماني السبب مش الأهلي بقى أي فريق تاني خسر هتقول أصل المسلماني لازم يمشي ماينفعش الراجل أسطر في إيه اختلف معاه فني اختلف معاه تكتكين اختلف معاه في تغيراته لكن هل معنى كده أن مدرب جيب لك بطولات قد دي كل دي بطولات وعشان متش زي متش الجونة تلاقي بعض الأصوات يتقول لك ده الراجل ما عندوش فكرة طول ما الراجل ده موجود إحنا مش عارف إيه طب أمرت إيه إزاي هل أنت كده حريص على مصلحة الأهلي كمشجع هل أنت حريص على أن الأهلي يكون عنده استقرار فني بيمتاز به دايما الأهلي وهو اللي بيرجع كفته لا أنت عندك مدرب ممتاز أوي مدرب كويس اختلف معاه براحتك لكن خليك دايما مركز عن نتائج آه نفسنا في أسلوب لعب كويس بنشوف السنة دي بصراحة من بداية الموسم في الدوري الأهلي بشكل كويس ما فيش غير مطش فيوتشر اللي احنا تراجعنا فيه نسبية لكن الست مطشات اللي قابليه كنا ممتازين ممتازين أداء ونتائج وطبيعي جدا أنت تعمل ست مطشات وتعمل ثلاثة وتقع مطش وتعمل كم مطش ويبقى المستوى أقل شوية ده هي دي كور لكن لازم إحنا نكون وأنا أتكلم هنا على بعض القليل جدا من الجماهير العاشقة والمحبة للنادي الأهلي ومتأكد من كده قوي لازم نكون عاملين حساب مصلحة النادي ومصلحة الكيان وكيفية المساندة والدعم وأنا مستغرب أو مش مستغرب هيو هو النادي الأهلي كده وجماهيره وطبيعيتهم بيحبوا دايما الفوز حتى لو أنت بتلعب نقص لو بتلعب بالعيب واحد في الملعب تبعيز دايما الأهلي يكسب وحلوة حاجة جميلة جدا لكن لازم إحنا دايما اللي نساعد على خلق دوافع جديدة على أن الفريق يكون بنأكد أن هو ماشي في الطريق الصحيح ببعض العناصر الشابة اللي انت شفتها هتدع عمل فريق الأول في أوقات ممكن تكون مزموء فيها محتاج لعيبة زي ما احنا في الفترة الحالية بخلاف كمان المطش الاسبعيلي هيرجع لك بعض العناصر وحيستمر إقحام أو مش إقحام هيستمر الدفع ببعض اللاعبين الناشئين حتى في وزل تواجد مثلا واحد زي أحمد عبدالقادر واحد زي ياسر إبرايم واحد زي بيرسيتا واحد زي منكي سوني اللاعبة اللي كان عندها واحد زي رامي الربيعة اللاعبة اللي كان عندها كورونا ورجعت الحمد لله على سلامتهم برضو حتى هم موجودين هتلاعب عناصر من الناشئين عشان تفضل تكسب العناصر دي وتديهم خبرات في مباريات مهمة جدا زي دي بخلاف أن انت آه نفسك تاخد بطولة وكل حاجة بطولة القولة من نوحها لكن في نفس الوقت انت بتركز وباصص على مكاسب أخرى هتكون مهمة جدا في مستقبل النادي الأهلي بإذن الله القريب كمان مش البعيد يعني فده أمر مهم ولازم نكون احنا أول المساندين وأول الدعمين كجماهير للنادي الأهلي للفرق أو للجهاز الفني بكل تأكيد لأن الناس بصراحة مش مؤثرها في أي حاجة تعالوا ناخد بعض الأخبار اللي تقالت على الأهلي في السوشيال ميديا وبعض الأمور المهمة جدا جدا وكالعادة الناس دايما بتتكلم على الأهلي لكن بمنظور مختلف شوية فخلينا نبتدي بالحساب الرسمي لليوم السابع ومسلمان يدرس استعانة بعدد من اللاعبين الأساسيين أمام الإسماعيلي وده أمر طبيعي وحيحصل ليه لأن اللاعبين الأساسيين بقى المتش اللي فات استعانت بإيه بعناصر شابة بس انت في نفس الوقت عايز تجهز اللعبة الأساسية دي لأن عندك كاس العامل الأندية وعندك تحديات أفريقية مهمة وعندك الدوري وعندك لكاس مصر وعندك بطرق كتير قوي فانت بالعكس انت هتلاعب ناشئين أو هتلاعب شباب بس هيكون معهم العناصر الأساسية اللي موجودة عندك عشان ياخدوا فورمة المباريات عشان يكونوا جاهزين واللائقين لتحدي كاس العالم للأندية بإذن الله تعالى في بداية الشهر الموجب كورة بلاس كمان وحسابهم على تويتر وبيقولوا من أجل اكسابهم خبرة أو خبرة المشاركة مع الفريق الأول المسلماني وقرر استمرر الدفع باللعابين الشباب خلال مباريات بطولة كاس الرابطة مش هابقى بنفس الكم في المطش اللي فات لكن هايكون في لعبة شباب موجودة أو على الأقل تقدير هايكونوا موجودين بعضهم على دكة البودلاء عشان يتم الدفع بهم وأيضا اكسابهم الخبرة زي ما هم بيقولوا كده في كورة بلاس وده أمر مهم جدا بالنسبة للأهلي ومستقبله خلينا كمان ناخد الأهرام وحسابهم على تويتر وبيقولوا من لجنة التخطيط بالأهلي تناقش موسماني في خطة الاستعداد لكاس العلم للأندية ازاي الأهلي حيستعد مع وضع في الاعتبار ان انت عندك مجموعة كبيرة جدا من لعبين الغائبين بسبب المشاركات الدولية واللعبين المصابين للأسف اخرهم أكرم توفيق بدر بنون في شكوك بخصوص لحاقه بكاس العلم للأندية كمان يعني بعض العقبات اللي بتقابلك لكن انت قادر ان انت بتتعامل مع مثل هذه الأمور خلينا كمان ناخد خبر آخر من من مين من يلا كور يلا كورا بيقولوا ان الأهلي يخضع لمسحة يوم 30 يناير الجاري قبل الصفر الإماراتي الصفر ان شاء الله يوم 31 من الشهر الجاري في حالة اكتشاف إصابة لا قدر الله بخصوص أي لعب أو أي فرض في البعثة بفيروس كورونا سيتم استبعادة من الشركة في كاس العلم للأندية ان شاء الله الكل يبقى جاهز ويبقى سليم تماما عشان نكون رايحين كاملين في هذه البطولة رغم ان ممكن جدا نكون فيه العيبة مش موجودة معاكل حتى لآن حساب في الجول بيقول ايه؟ بيقول ان الأهلي شدد إجراءاته الاحترازية بعد تحذيرات صارمة من خلال أو قبل كاس العلم للأندية من خلال طبعا عن طريق كونفرنس مع الفيفا والمنظمين للبطولة فده أمر طبعا باديه ومهم جدا وفيه تجديد فعلا في الجانب ده حساب يلا كورا الأهلي استلم اليوم من الاتحاد الأفريقي مكافئة الفوز بكاس السوبر أفريقي وقيمتها 200 ألف دولار ما شاء الله الأهلي كل بطولة بياخدها بيدخلوا جوائز يعني مالية مناسبة بخلاف طبعا المشاركات المتتالية في كاس العالم فما شاء الله الأهلي مستريح أوي ربنا يزيد ويبارك خلينا كمان نروح لخبر آخر من المصر الرياضي وحسامهم على تويتر والذي بيقول له حقيقة اشتراط حسين الشحات ومسواته بمحمد الشناوي التجديد عقده مع الأهلي يعني تصرحات حسين الشحات مبارح أنا شايفها تصرحات عقلانية جدا وما فيهش أي أخطاء يعني أو فيهش أي مشكلة أو فيهش أي حاجة تدعو للقلق أو لخلق أي نوع من أنواع الأزمات حسين الشحات دائما هو ألف إحدى البرامج التلفزيونية إنه مشترتش عن نادي الأهلي هو بس قال لهم يا جماعة أنتم عايزيني وإلا مش عايزيني ردوا قالوا طبعا نحتمعنا وإحنا عايزين نتمنح لحد الوقت ملف التجديد ما تفتحش حسين الشحات عدى من عقده ثلاث سنين أكيد الأهلي بيختار التوقيت المناسب عشان يفتح ملف التجديد مع أي لعب من لعبته الأمور بسيطة وهو أكد كمان خلال تصراحاته أنه ما طلبش أنه يتساوي بأي لعب من اللاعبين يعني هو عارف أن الأهلي بيقدر لعبته بشكل كويس جدا بس هتلاقي بقى إيه يعني أخبار كتير على نوضوح حسين الشحات وكلام من ده المصري الرياضي يحسابهم على تويتر وده آخر خبر معنا من خلال أخبار النادي الأهلي جلسة خاصة في الأهلي مع أكرم توفيق يرجع إن شاء الله بإذن الله النهاردة بالليل أو صباح الغد يعني وحيكون في جلسة معاه عشان يتم تحديد مكان إجراء الجراحة وما هنا بيقولوا إن الجراحة ممكن تكون في القاهرة لا في اتجاهها ممكن تكون في ألمانيا من المناسبة لسه ما تمشي الاستقرار على مكان يتعامل في الجراحة يعني لكن في استقرار على مكان التأهيل إن شاء الله بإذن الله بخصوص أكرم وأكرم اللعيبة الرجالة جدا اللي عندهم إصرار وعزيمة يعني مش موجودة عند كل اللعيبة وحيرجع أسرع وحيكون إضافة كالعادة للأهلي ومنتقى مصر بعد عودته بالسلامة ألف مليون سلامة على أكرم التوفيق طيب دي كانت أخبار الأهلي في السوشيال ميديا خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل يطي